أهلا بحضراتكم عودة صالون النحت الثاني للظهور واختتاحه من قبل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية ده حدث مهم وعلى عهدته الشخصية أعمال رائعة بتقدم في قصر الفنون بدار الأوبرا لأجيال مختلفة أجيال الرواد وأجيال الشباب وأجيل الوسط وفي ظاهرة جميلة هي تكريم ثلاثة من عمالقة فن النحت الفنان الكبير عبدالهادي الوشاحي فاروق إبراهيم دكتور كمال عبيد ويمكنكم الاستمتاع حقيقة بمجموعة كبيرة جدا من الأعمال والمدارس والاتجاهات الفنية المختلفة حتى في جيل الرواد ستجد تباين وكل فنان له ملمحه المميز والخاص بيسعدنا واحد من المشاركين في هذا الصالون هو الفنان الأرمني الأصل فهان تليبيان أن يكون معنا في هذه الفقرة التي نتناول فيها هذا النشاط الفعال مساء الخير حضرتك أولا مبروك هذا الصالون الذي يأتي بعد غياب لماذا كان هذا الغياب الطويل في الصالونات النحت يعني الصالونات الفن التشكيلي كانت دائما يعني اللي بيتقال إن الميزانية ما بتسمحش بدا وكان آخر مرة كان 2004 2005 2005 آخر اللي هو الصالون الأول فهم أخدوا وقت طويل جدا بس معرفش تفاصيل ما تعرفش الأسباب ما معرفش الأسباب بالزبط يعني بس عارف أنها لي علاقة بالميزانية بكلمة الميزانية تمام تقييمك للأعمال المعروضة ثم نتحدث عن المنحوطة التي شاركت بها التقييم أنا الشخصي إنه معرض ناجح يعني فيها معظم النحتين اللي هم الموجودين على الساحة اللي هم أعمال بتميزهم يعني معرفش يمكن يكون في ناس يعني ممكن يكون سقطة سهوا أسامي بس يعني في النهاية المستوى العام بتاع المعرض قوي يعني الأعمال قوية وجدة يعني في ناس كتير جدا أعمالهم جدة يعني ما هيش إنه هو معرض وخلاص يعني ومعدية يعني في ناس عمر شورهم أي أي أكتر أعمال أنت شايف أنها كانت مميزة في هذا الصالون؟ أخطأ أقول كلهم لأن أنا مش ناقد مش ناقد تشكيلي فأنا ممكن حكمي بس متزوق أكيد متزوق بس يعني يعني ما أقدرش يعني لأن أنا يعني مش أبق متحيز بس يعني أنا يعني النقد مش لا مش بننقض إحنا هنا بنشوف إيه الأعمال اللي حازت على إعجابك إنت كفنان بشكل شخصي كذا حد يعني مثلا كان جانبي ناسان ناسان دوز اه طبعا اه انا بحب شغله جدا كان له لوحة عبارة عن مجموعة من المنظمات الصغيرة عمل فكرة حلو عجبانين وعمل مكتبة الناحات وعملها اسكيزات كلها برونز وعمل نمازج صغيرة كانها موجودة في اطار مكتبة كده كان شيء رائع وراس كانها مفلوة نصين والمخ ممتوضة اه ده العمل التاني ده عمل تاني ده هنا كان فيه اعطاق التعبير عن الصراع داخل الصراع فكري او نفسي او اللي هو التفرقة يعني تفرقة العنصرية سميها تفرقة العقلية التسام او تمزق العقلي اه يعني كل واحد بيبقى له اه كل واحد يعني ما عرفش ايه الفكرة بتاعته يعني هو نفسه كل واحد يتلقاه بشكل بناسبه او يعني اللي هو بيمشي مع افكاره طيب مشاركتك كيف كانت في هذا الصالون هو جالي دعوة من التنظيم الاصر الفنون ان انا اشارك فيه فانا وفاة عجبني لان انا احب اشارك في الحاجات الحكومية بيبقى فيها نعم المصداقية يعني بالنسبة لنا وتأجل يعني كان قبل كده فبعته يعني كانوا منظمين يعني بعته بجوابات اعتذار وبعد كيه بعته تاني ان هو اعمال تستلم يعني كان فيه نظام كويس في الموضوع اما الكتالوج ما اتطبعش انا اعتقد ان ده ده سيستم شغال طبيعي يعني اه كتالوج لغاية النهاردة لغاية النهاردة وانا كنت عائد لم اجد اي بانفلت او كتالوج او كتالوج بهم الاعمال معلومات عن الفنانين في نوع البيروقراطية يعني مثلا لغاية ما الاجراءات بتتم او الميزانية بتطلع او بتظهر او كده بيبقى فيه الفتح جهة وده معظم الانشطة اللي هي تبع وزارة الثقافة بيحصل لها كده ده بسبب البيروقراطية يعني بس مش بسبب الموظفين لان في المعرض ده بالذات الموظفين اللي شغالين ومدير عصر الفنون ومساعدين وكلهم لأ عملوا نشاط رهيب انا شفتهم وهم بيشتغلوا من غير وجود حد قائد مثلا كوميسيار او حاجة لأ كان فيه لجنة متشكلة تختار العمال وبعد كده هم اللي قاموا بكل حاجة بالتنسيق برس العمال بتحديد عرض كل مكان فين يا اللجنة المنظمة كانت بتتكون من الدكتور خالد سرور رئيسا دكتور عبدالعزيز صعب دكتور عصام درويش صلاح حماد إيهاب اللبان داليا مصطفى محمد إبراهيم توفيق واختارت ثلاث أجيال المشاركة طيب العمل اللي انت شاركت بي مستر فهان أو أستاذ فهان تليبيان اسمي عشان أرماني استدعى كلمة مستر ما كمان ده جاي وقت مناسب لانه هو يعني وزير المهجر الأرماني هنا حتى فيه أنشطة بتتم اللي هو إحنا مصريين الأرمان من بودرة دي صحيح أنا لعمل بتاعي أنا من كتر أن أنا عادت في سيناء أو عادت يعني عادت في الطبيعة بقيت أحترم الخامة إلى درجة أننا مثلا بدل ما أنحت على الكتلة نفسها وأكل منها لأ أنا أقعد مثلا أقعد أدور مثلا شهر شهر ونص واستألاف مثلا الحجارة لغاية ملاقي كتلة معينة بمناسبة لي مجرد ألمسها بس تديني الفكرة اللي أنا عايزة وده اللي أنا عامله في المعرض اللي هو ده اللي أنا عامله في في الخطحة نفسها في المنخوطة اللي أنت مقدمها يعني عامل كتلة من أقدم وأصلب حجر اللي هو الخشب المتحجر اللي هو بتاع الغابة المتحجرة يعني ده أنت لقيته في سحرات سيناء لا أنا اشتريته بالأمانة اشتريته عادت ألف عند الناس على الناس كلها اللي بتبيع الحجارة بكذا حتة يعني لغاية لدرجة وسط الفيوم كمان لغاية ما لقيت الكتلة اللي أنا عايزها بالفكرة بتاعتها يعني أنا عامل مزج ما بين أصلب حاجة وأقدم لأنها بالملايين السنين اللي هي الكتلة اللي هي الغابة المتحجرة دي فلقيت في القطعة نفسها كأن جنب بيدي إحساس أونوسة بشكل كده يعني ناعم والجنب التاني خشن بيدي إحساس ذكورية اللوحة اللي هو شارك بيها المنحوطة اللي حضرتك شاركت بيها يعني حجم التدخل فيها إيه بقى أقدر أقول حجم التدخل فيها خمسين في المئة بس بما فيها الفخار اللي أنا مستخدمه مع الحجر بالنسبة للحجر خمستاشر في المئة أنا مجرد أكدت حاجات معينة وأكدتها بشكل إنها تبان طبيعية في إنها يعني مشيت ورا إحساس الحجر نفسه وإزاي أدق في مكان معين يقوم طلع حاجة معينة كأنه ده طريقة شغلك على طول لا أنا بحب أجرب يعني بستعمل خامات مختلفة بيطلع أفكار مختلفة عفوا للمقاطعة عندنا عمل تاني ها هي دي أسلا العمل بتاعي ده المشارك في صارون ايه بالضبط ده المشارك في صارون هتحس إنه كأنه رجل وستة يعني اللي الشمال واليمين وفيه مكان رجلين يمين والشمال تحت الرأس والرجلين فخار يعني نقيت خمتين يعتبروا خمتين نابلين يعني خامة نابيلة الفخار والحجر وفي نفس الوقت الفخار عندما أحرقوا بشكل معين بيدي نفس درجة لون الحجر نفسه يعني القطع دي تعرضت للحرق بعد كده؟ اه طبعا الفخار اللي فيه اللي هي الراس اللي هي الكتلتين الصغيرين اللي فوق وشكل رجلين اللي تحت طب معلش هنا اللي هي سؤال هي دي متصورة من فوق فيه لقطة تانية من الجنب بتبان اكتر اه يعني طب فيه سؤال هنا انت حجم التدخل بتاعك بيبقى بالحزف ولا بالاضافة ولا بكلاهما بالحزف بالحزف والاضافة في خمة تانية يعني الحزف في الحجر واضافة الفخار لها عشان يديني المعنى اللي أنا عايزه هنا في القطعة دي حزف واضافة اه الحزف في الحجر والاضافة بالفخار يعني فخار عملت شكل الراس ده نحته بس ديته احساس حجر برده واحد اللي هو زي شكل الانسان هو كأنه طويلة كده من وراء بشكل طويل يعني انه عمل حاجة يعني بيدي دلالة سريعة عن الموضوع يعني مجرد ان انا شفت الشخصيتين دول كانت اتنين متخصفين مثلا وتع ده هروم لبعض يعني الحجرة نفسها دي هاوشين والكيرف هو اللي أنا لعب فيه انه هو يدي احساس يعني داليو طبعا مثلا انا قولت تلاتين في المية اشتغلت عليها بس تلاتين في المية خمستاشر في المية منهم ان ازاي ارجعوا شكله كأنه ما عملتش في حاجة كانت زي ما نهو قول عمل الموضوع ومش مباين نحت بس بانحتو يعني هل ده نفس المنهج اللي انت اتبعتو مثلا في شغل عملته في سينا ايضا في نب هو انا كل عمل بيطلع ملوش تعوى بالتاني بس اللي بيشوفها بيحس ان انا اللي عملها يعني يعني انا ما عرفش ده معناه ايه بس بيتقال عليه اسلوب يمكن او حاجة او اشتراك فكرة مؤينة فانا عمل حاجات بالحديد اعمل حاجات اه ده مثلا ده معدن ده اسمو ده ده ألمونيوم يعني ده ليه كزا لقطة حواليها يعني انا بالنسبة لي العمل ده كأنه بياخد كزا شكل يعني مثلا وضعية معينة يبقى كأنه واحد واقف وضعية ثانية كأنه اسمو ده فرجقة weird يعني شكل معين باشا وصعات كانوقين هنا الالومينيوم مش معنى الخامة ده علشان يعني ان البرونز سنة لدرجة البرونز يعني انا ما برتحلوش واصعب ان اشتغلوه يعني انا بنا يعني هو اكثر شيوعا هو اكثر شيوعا وبيتقال مثلا الالومنيوم رخيص ان هو خامة سرية انا مش فارق معي بصراحة يعني انا رأيي كده ولا كده لما حتى ببيع عمل نحتي انا مش ببيع الخامة يعني مثلا لما هيبقى برونز هيبقى اغلقها ماشي اوكي بس السعر مش فالصب يعني انت بتصب مثلا بعشر تلاف ببيع بخمسين الف او ستين الف مثلا مثلا انا بقول طينا انت كان لك عدة اعمال ميدانية لكن خلينا نتكلم عن دا الاول اه اه ده فشرم الشيخ ده يعني اغلب اعمالك في شرم في نب اه 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 في الغرداءة اه مارس علام غرداءة ايه قسر هي ابتدت أن أنا يعني كنت أعيش في القاهرة وبعرض في القاهرة وبعد كده حسيت مرة واحدة أن أنا بقى أم سافر سينة وقعد هناك مثلا شهرين ثلاثة وراجعتني عشان في معرض مثلا أو عشان أعرض أو أعمل حاجة حسيتني طب إيه اللي أنا بأعمله ده تم أنا أصلا أنا اللي بأعمله اللي أعلقها باللي أنا عايش به تم روح أعيش هناك بقى هو أعمل اللي بأعمله وأبتري أشوف سكتي ماشية زي هناك فأبتدت أتجه لناك لأن أنا كمان بأعمل حاجة تانية يعني ممكن تقول عليها ديكور هي مش ديكور يعني لأن في النهاية يعني يعني بأعمل أماكن على بعض يعني وعمل كذا مكان في شهرم الشيخ وغرداء أو مارس علم وهي تعتبر مش ديكور لأن صاحب المكان ما بيدخلش يعني يعني أنا بقول له ما لكش دعوة ما حدش له دعوة أنا اللي بأخذ القرار وأنا اللي بأصمم وأنا اللي يعني بشكل نوعة فالفكرة أن يعني فبيبقى بأماكن بيبقى لها كل مكان لك حدوتة أو قصة كأنني بعمل تاريخ وهمي للمكان غير كده عامل ميادين كتير في بلزات النبء لأن النبء ده هنا هنا في حاجة أه ده كتلة دي سودة ده ميدانية برضو بس ده مش معروض لسه يعني ده لسه عند تحت التنفيذ تحت التنفيذ لسه ما نتهيتش منه لا لسه ما خلص يعني بس فيه برضو الجانب الجمالي الأنساوي طغي عليه آه آه تمام يعني أنا بحس أن الجسم البشري عموما الأنسة أو الرجل والحيوان الكائنات الحية نفسها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ الالخامات هي المستخدمة في المنحوطة السابقة التي هي المعرض التي لم تستكمل بعدها هذا سيكون مبني بالتوب أحمر سيبني بها المنحوطة هي فيها شكل مساوي الاسم الكاملينة وهيبقى فيها عمود في النص ماسك وهنحته وهيفضل توب أحمر يعني هيبقى الفواصل بسمة ومعمولة بالاسمنت وبعد كده هنحت على التوب نفسه كأنه هيبقى بلوك توب وهيبقى لفوق دي شجرة حقيقية يعني شجرة بجد ضخمة يعني أنت عامل ربط ما بين المرأة والشجرة طبيعي اللي هو النمو بس هنا أنت بتشتغل على خامات كتيرة يعني أنت مرة توب مرة ألمينيوم مرة خشب أكتر الخامة بتحبها ايه؟ كلهم أنا بحب الخامات كلهم ما فيش خامة منهم طيعة أكتر في أديك من أخرى؟ هو ابتدت أنا احترم الخامات النبيلة يعني مثلا زي المعدن يعني بقيت أبعد عن الفايبر جلاس والبوليستر والأكريليك والإبوكسي الحاجات اللي هي مضرع للبيئة دي ابتدت أبعد عنها أحاول أكون إحنا معنا حاجة إيه؟ ده في مرس عالم ده على البحر على طول ده عمل يعتبر لاند أرت لأنه مسافته خمسين متر في سبعين متر وليه كذا لقطة وأنت بتخش ما بينها وبتمشي ما بينها وهي فكرتها ببساطة أن يونيتس شبه بعديها جزء منه مصنع اللي هو الطويل العريض التخين ده متشطب وجزء عشوائي وجزء منه مغطيه بفايل يعني إيه جزء عشوائي؟ يعني اللي هو الشجرة نفسها العمودين الكبار لو تلاحظوا مدورين وعدلين مخروطين مضبوط الأشكال الأكثر منها دي حرة يعني قصد نقي أشكال حرة ومن خامة تانية لا هي اتنين خشب يعني اتنين خشب بس الخشب اللي هو الطويل ده مخروط من خشبة أكبر الخشب التاني ده شكله طبيعي واللون الأبيض ده مش عبية ده فويل أنا أحطه عليه فويل فويل عشان يدي ريفليكشن يعني بيديني اختلافات الدوق اللي بيسقط عليه خلال النهار فبيدي لون مختلف بكل ثانية كل ثانية ده موجود في شرم الشيخ برضو ده خامات مختلفة ساج واسودة ورخام وفايبرجلاس وقش وتبن و وأسمنت وإضاءة فده لزي اللاند مارك لا يعني فيه تنوع ده وده مثلا العمل ده بالذات أنا قاسد به الحركة لو تلاحظ اللي فوق ده عمزة ما يكون خفى فيش طايرة بالزبط ففيه جزء كده طاير بجد فانت تحس ان وزنته مش يعني يعني ده مست الحديد مثلا إن بالحديد أقدر أدي ألحم لحمات مؤينة وأدي أشكال كله حديد لا الجسم نفسه معمول لسلك الشبك واسمنت فأنا مدي أحساس ومدي أحساس كيانة دي مسائل الخفافيش تعملت جربت كل الخامات اه أنا أنا تقريبا ما سبتش خامة ما جربتها يمكن الجرانيت لا اشتغلت جرانيت اشتغلت جرانيت ده مثلا ده حديد اللي تمثال ده وبعد كده ده كتت تجربة عملناها رسمنا على الأرض في ملطقة كده تشكيلي الله جميل مجموعة فنانين كده كان معانا صلاح عناني ساعتها وكذا حد يعني ده رائع جدا جمع من المنحوتات ربما لسأني بعمل بيينتين بس أنت شاركت بقطعة واحدة فقط ليه في السرطول أو لا ده شرط لا 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 كل واحد حربة يعني أنا كان في دماغي فكرة فأنا مش محتاجة أشتت يعني هي فكرة واحدة قطعة واحدة أنا بعمل مجموعة من الفكرة نفسها بس ما في كانش في معانا إن أنا أحط قطعتين قطعة واحدة وبتدل على اللي أنا عايز أقوله فلسفيا يعني واحترام الطبيعة واحترام الخامة النبيلة فكرة إن أحط خامة صلبة جدا مع خامة ضعيفة جدا بس الاتنين خامتين نبيلين خامة قبلة للتشكيل اللي هي الطينة وبيض كابتها بفخار وخامة صعبة التشكيل اللي هي الحجر فالمسج ما بينهم إداني راحة نفسية ففكرة الفيجرز دي كرموز للأدمين يعني ستة والراجل أنت بتجمع ما بين كمان النحت والرسم يعني أدي لوحة هاي مثلا أنا بعمل لوحات كمان يعني أسانا ما بعتبرش نفسي نحات بالزبط أو فنان حتى يعني أنا أنا بني أدم بيعمل فن ساعات يعني ممكن نقعد مثلا سيني طب قللي جملة عن اللوحة دي الأول دي كانت فترة كنت كنت أعمل مجموعة لوحات بورتريهات كده للمحيطين حواليها ناس اللي حواليها أصحابي 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 مثلا ذات الستات أو بنات يبقى عندهم هاي الخما ده أكريليك وزيت على ورق وملزوق على قماش وملزوق على قماش بس بقى حتى واحدة مع قماش التركيبة دي بتدي ايه؟ التركيبة دي لان أنا بحب استعمل يعني بحب يعني في دول اللوحة كنت بحطة على الأرض وباللها تماما يعني إضافة القماش ده بيعمل ايه؟ بيدي له متنة بيصلابة لان الأول الورق ده لازم يبقى خفيف لان أنا بقوا محطوا على الأرض وبلوا تماما وشغالوا وهو مبلول لغاية ما ينشف فلما بينشف بيبقى ضعيف فبلزقوا على الورق وبسبتوا عليه بكوي يعني بضغط وده بيبقى مشدود على أطوال عشان يبقى بعد كده وماش مش ورق يعني عشان ما كانش ينفع يبقى وماش ما كانش هيديني التأثيرات اللي أنا عايزها اللي هيطلع لي الورق يعني انت هنا بتجرة برضو في الفن التشكيلي زي النحط خمات مختلفة ولا يعني مش راكز على حاجة معينة بس هاي خنانين بيبقى ماسك حاجة معينة يعني اعتقد هو بيبقى عايز كده يعني مثلا عدلي رزق الله معروف بيعمل ايه ممكن يعني فيه نازم تبقى وانا بحس ان انا بالنسبالي يعني انا بالنسبالي هكون محبوس لو انا بقى عمل حاجة واحدة بس طول عمري هبقى زي الموظف يعني انا اه انا الحاجة الوحيدة اللي باستمر فيها اه رش الزرع ان انا عندي زرع ها بجد يعني يعني انا عايش بشكل بسيط وعامل جنينة ضخمة كده على سطوح في وسط البلد ايه اللي خلقت عايش في الزحمة دي انا مولود في العمارة اللي جانب اللي انا قاعد فيها والدتي فيها فانا كنت والدي كان عنده شنال ناس فيه كان مصور فتوغرافي معروف ارماني اسمه فهاكن كان عامل استوديو اسمه ارام والدي يعني فجال وشنال ناس فيه وهو عنده تسعة واربعين سنة فانا كنت يعني اقرب واحد ليهم يعني كنت بقدت في البيت معاهم بعد كده خدت المكان قصادي على طول يعني قصاد البيت على طول ايه الحياة في وسط البلد يبدت لك غير الدوشة يعني غير الدوشة لا وسط البلد جميلة على فكرة انا بحب وسط البلد انا بحبها بس مكان انا كانوا مش في وسط البلد يعني اول ما تطلع على السطح انت كأنك روحت دهب يعني صحابي بيقولوا عليه ايه دهب القاهرة مثلا يعني وانا حتى حتى صور اه يعني كنت تطلع صور كمان عن المكان كده يعني مالفش اه اه ممكن كله زائر احبات كده لو في صورة عن المكان وسط البلد ياريت ننزلها لو في صورة عن الصالون الثاني ايضا ياريت برضو انا قصد لان في فكرة ورا الموضوع الزارع اللي انا عامله ده ان ممكن وسط البلد تبقى جميلة جدا يعني مثلا انا مجرد متخيل ان كل اماكن البدل الزبالة تبقى زارع وحتى علب الزبالة ممكن يبقى حواليها زارع والزبالة مش بينها يعني مثلا وبلكونات كلها زارع يعني عندي فكرة وهي حاجة عادية زراعة الاسطح مثلا في مصر موجودة موجودة يعني بس ما بتتنفسش جامد في وسط البلد بالذات لان الاسطح اللي في وسط البلد وليل منها اللي فيه فراغات يعني اه ده سطوح ده عندك يعني ده تطلع الشجر لغاية خمسة متر اصلا انت اللي زارع ده اه وزارع من غير ما اجيب تربة من بره انا من كنس اللي هو التراب اللي انا بكنوسه من المكان او مكانس نفسها اه هو ده اللي بزرع فيه ده فكرة رائعة لكل ربات البيوتة يعني بقدوا التراب ده بدل ما بيرهقوا التخلص يعني انا عمل ما هي دي فكرة انا عملها يعني مثلا انا عمل ايه انا بدي برمي اكل للعصافير واليمام اللي على الارض عندي فانا عندي مساحة تقريبا 600 متر فادين فاللي بيحصل ان هم بينزلوا ويأكلوا فبيعملوا كقاء عادي وهم كانس كل ده والقطة وكلاب عندي قطة وكلاب وحاجات كده انت عامل العالم اه لا كلمني عن التجربة دي ليه ليه مش مواندي مدرسة عشان كده احسن يعني طب وبتعلمه ازاي ولا حاجة احنا بنعلمه حاليا لان هو اسفوز يبقى قول ابتدائي من مفترض يبقى ببرامج وحاجات كده على النات انت وامه بتعلمه ولا بتجيب له مدرسين لا انا ووالدته وفي مجموعة بيعملوا هوم سكولينج بنتقابل مع بعض يعني ايه 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 ان خلاكت فكر في حاجة زي كده الفكرة ان مدارس كلها فشلة يعني مدارس الحكومة فشلة جدا مدارس خاصة الكويس غالي جدا زي دي انترناشنال اه التجريبي جدا ضايع يعني يعني فعشان ابن يتعلم هتفعله كتير جدا يعني مثلا عشان يبقى مستوى با إدل في دماغي هتفعله مش اقل مثلا هو عنده سبت السنين ولا حاجة ستين ألف جنيه في السنة مثلا. ده عرقام خزاعبالية. يعني مش طبيعية يعني. طب فكرة الشهادة هنا. ولا حاجة. احنا مسجلينه في مدرسة بس ما بيروحش. يعني هي الفكرة كلها ان لو انا بدل ما ادفع ستين ألف جنيه للمدرسة. انا قد ادفع ستين ألف جنيه لعنشطة وعاجات كده عملها له خلال السنة. واجيب له كتب واجيب له مدرسين. هيكلف أقل. يعني وفي نفس الوقت الفكرة كلها ان يبقى له حياة اجتماعية. ففكرة الحياة الاجتماعية بيبقى من خلال النادي من خلال سمودة. يعني 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 مثلا هو لسه صغير. بس بعد كده مثلا ممكن يروح نادي الأرمن ويبقى له صحابه. يعني لان في نوادي أرمن في مصر يعني ونوادي كويسها. جميل. انت كأرماني بعد استقلال أرمينيا كفنان. هل شاركت بمعارض في أرمينيا. انت طبعا مصري الجنسية معروف ده. انا روحت. انا شاركت. مش شاركت. انا كنت كوميسير معرض تعمل ألفين وواحد. للفنانين المصريين في أرمينيا. كنت انا الكوميسير المسؤول عن المعرض. وأنا اللي اخترت الفنانين وكده. وتلقيت مع المعرض. كنت بمثل مصر تابع وزارة الصقافة. مش بشكل فردي. الفنانين تشكليين ونحاتين أيضا؟ لا كان بمصر. فنانين تشكليين. لأنه كان معرض زغير شوية. ما كانتش جامد قوي. فأنا كنت كوميسير بتاعه. وروحت هناك. اتعرفت على فنانين وحاجات كده. لأنه كان فيه أستاذ أحمد فواتس ليم الله يرحمه. أستاذي يعتبر. وكان مدير مجمع الفنون في الزمالك. اللي هو إخناتون جالري أند. كان مسؤول. يعني هو مؤسس صالون الشباب مثلا. يعني هو نفسه قال لي أنه اللي بيجي لنا رسمي من الأرمينيا. بالدولة بتختارهم. فاشلين مش كويسين. انت روح في المعرض ده. في خلال الخمسة يوم اللي انت عادهم هناك. الليف هناك. واختار لي اللي يشاركوا في البناني. وده اللي أنا عملته. يعني أن أنا كواحد بفهم. أو يعني بتعامل مع الفن الحديث. لأن ساعات أرمينيا كانت لسه خارجة من الاستقلال. كان فيه نوع من الأعمال ما كانت كلاسيكيات كتير. جميل. طيب يعني فيه تساؤل أن أنت دراست في مصر. التعليم اللي أنت بتنتقده. أنا كنت في مدرسة الأرمن. في مدرسة الأرمن. اسمه كالوستيان. اللي دلوقتي تباعت هو تتشال كان مسلس مصبيرو. نفس المكان ده. مدرسة اسمها كالوستيان. قديمة جدا من 1200 وحاجة. يعني من المؤسسها كالوست أغاه. يعتبر. فأنا يعني والدي وجدي. يعني كلام ده يعني قديم جدا. فأنا كنت في المدرسة دي. والأرمن فيه نوع من التكافؤ مع بعض. يعني بيدفاعوا بيعملوا. يعني نوع التعليم الكواليتي بتاعه على. كان كويس. زمان أحسن من دلوقتي. كان كويس زمان. طب ممكن تقدم له في المدرسة دلوقتي. مثلا ما ينام مطرح. ما ينام يصحى وقت ما يصحى. يعني ايه المشكلة انه ينام متأخر. مثلا. يعني لما هو هومسكولينج. يعني بينام وقت ما هو عايز. بيلعب وقت ما هو عايز. وكل اللي بنعلمه. اللي بنعلمه من خلال اللعبة. وعملهم الألمات. يا دي فكرة طبعا خارج الصندوق. زي فكرة التراب اللي حيك بتجمعه. بتحطه في الزرع. ده فكرة بسيطة جدا. يعني ممكن أي واحد. أي ست بيت فعلا ممكن تزرعه. وعلب بوية قديمة على أي. يعني أنا مش جايب حاجة معينة. كل الأساري والحاجات دي حاجات كده يعني. حتى التوب والحاجات اللي أنا عامل بيه المكان. كانت موجودة في السطح من زمان. أنا مجرد عشان النظف استعملته. عملت الريسايكلينج للحاجات. طيب. كفنان تشكيلي. مين اللي بتسرت بيهم. من فنانين مصريين أو عالمين. هو أنا قادرون مصريين أكتر عشان أنا. أنا مثلا أنا ما عنديش رغبة أسافر بره مصر. يعني ما عنديش. لأ ممكن تكون تأثرت بيه بدون أن تسافر. يعني من أعمار. يعني. يعني أنا بحب عموما الفن. بس اللي لهم تأثير مباشر علي. ممكن أقول مثلا أن أحمد فات سليم. اللي الله يرحمه. اللي هو كان رئيس مجمع الفنون. هو اللي شجعني أن أخش الميديا. اللي هو المجال نفسه يعني. وطبعا فاروق حسني. لأن أنا يعني شايف أن في عهده. يعني إحنا شوفنا رفاهية فنية عالية جدا. دكتور جمال لمعي. دكتور في التربية الفنية. من الناس اللي أنا بعتبر إليه بصمة في حياتي. والناس كذا والدي. يعني نصلا. الفن التشكيلي حاليا يعني يمكن الاعتماد عليه ككسب عيش. ممكن أه بس بتبقى صعبة. بتبقى صعبة. هل أنت معتمد عليه؟ أه يعني أنا أنا كان في فترة كنت لما كنت عايش في سيناء. كنت بعتمد مش بس على الفن التشكيلي. أو كنت بعمل ميادين وحاجات كده. بس كنت بعمل اللي أنا بقول عليه دان. أنا كنت بعمل أماكن. فكان عندي فريق مثلا بيعمله ببصمم وحدات أداء. أو بصمم فكرة الأول. وبعد كي بنفزها فكان معي فريق عمل. بعد كده خررت أن أتفرغ. بعد ما خلفت قلت لا أنا مش يعني. يعني مش دي. خلاص أنا زهقت من المرحلة اللي أنا كنت فيها دي. فقلت لا أبقى فنان تشكيلي. فابتدت أن حتوعمل. آه الأول بيبقى صعب. يعني لعشان أرجع. بس بصراحة يعني مثلا. أصحابي وعيلتي ساعدوني جدا. يعني لدرجة أن أنا كنت بس تلف مثلا في الوري. وبعد كي ما رد. يعني بس عشان أنا أخذ قرار معين. إن أنا أعمل حاجة معينة اللي أنا أعيزها. وفي نفس الآن عندي ابن. يعني فهي مغامرة. يعني أنا عندي ابن لازم أكبره. وعندي مش عالف إيه. وعندي مش عالف إيه. يعني كده يعني. وزوجة لم أسئول عنها. إسمه إبنك. إذا ذكرنا كثير بدون أن نذكر اسمه. إسمه كيان. كيان. كيان بمعنى وجود. يعني إسم. وجود. كيان. وماشي مع إسمي. كيان فهان. كيان فهان. تليبيان. يعني نتمنى طبعا يكون حظه أفضل من جيلنا ويحقق أحلامه الفنية. ساعدنا بالتجول في حدائقك الفنية. علوة يا حدائقك. حقيقي لأن أنت عندك حديقة فوق السطوح. لكن ما عندك حدائق فنية في المنحوطات والأعمال الجميلة. أنا بحب التجريب. أنا بحب أستعمل خامات مختلفة أجرب فيها. نحن سعداء بوجودك معنا. أنا يا سعداء. ونتمنى أن نلتقي بك في حلقات قادمة بإذن الله. إن شاء الله. مع أعمال الفنية أخرى. إن شاء الله. إن شاء الله. أشكر حضراتكم أن نكون بهذا وصلنا لنهاية الفقرة الأولى. بعد فاصل يأتيكم الزميل محمد عامر وقطار حدوتة مصرية يصل لمحطاته الثانية. ترجمة نانسي قنقر